لا تقبلي بشيء أقل من طموحك، كون انتقائية فالانتقاء فن، واختار بعناية ما يستحق أن يكون ضمن إطار حياتك، وإياك واستنزاف نفسك ووقتك في أماكن أو علاقات أو دروب أو صداقات واهتمامات ليست لك ولا تشبهك ولا تعبر عنك، فإن من يعرف قدر نفسه يعز عليه أن يمضي بسبل لا ينتمي إليها، لأن الله كرمك بهبته لك العقل، فهو يريد أن تكون أعظم مخلوق، ويجب عليك أن تقدر هذه الهبة من الله بتقدير نفسك وانتماء نفسك في أماكن تنميك وتجعلك ذات مكانة اجتماعية عالية، لذلك عليك الاجتهاد حتى تصلي إلى ما كنت تطمحين إليه، ولا تقبلي بأقل من ذلك بأنك تستحقين الأكثر والأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أهلا وسهلا بكنا حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وفي أفضل حال. فيديو جديد وليس عمل جديد، وإنما فيديو خاص بالمبتدئات وبصاحبات المشاريع الجديدة في إطار الخياطة. سوف نرى بعض الأدوات التي تحتاجهم أي مبتدئة، وأي صاحبة مشروع، يعني بداية مشروعها جديد، كين أدوات أساسية، وكين أدوات كمالية، أي ستكتسبها مع الوقت، ولا ستشريها مع الوقت، ستساعدها في التقليص من الجهد والتقليص من الوقت للعمل. وكنت شاركت معكم فيديو من قبل في جميع الأدوات التي تحتاجهم أي خياطة، وطبعا في كل فيديو تشوفوا حاجة جديدة إذا كان أنا شريت حاجة جديدة، نخدم بها، ونقلكم عليها، إذا كان عندكم أسئلة، خليوا لي في التعليقات، يعني بعض الأمور والأسعار التاحة، راح ندير مع بعض أعمال بسيطة، باش نقدروا نستغلوا الأدوات التي راح نتشوفهم اليوم، إن شاء الله، هذو وسائد الديكور اللي خدمناهم من قبل في الطيات، هذو فيهم لي بلي، راح نديروا عليهم بعض الأمور باش نساعدوا يعني في الديكور تاع الوسائد، طبعا هذا الموديل، بعدما نديروا له التخطيط تاعه بالقلم، ونقدروا نديروه أيضا بالحديد، بعدما نخيطوه لازم نحديهم ليح، باش هذوك الطيات يتفتحوا يعني ما يبقاش لقمشتعنا وكأنه منكامش، المودي في الأول درت منه زوج وسائد، تقدروا تخليه القماش مفتوح، ديروا التخطيط التاعكم، بعدما تقسموا، أو تقدروا في الأول تقسموا القماش، وديروا التخطيط التاعكم، يعني أنتم وش يساعدكم، وطبعا يعتمد هذا الموديل على زيادة طفيفة في القياس، يعني إذا كان درتوا وسادة، حبيتوا تتحصلوا على القياس 45 على 45، زيدوا شوية، ديروا يعني 48 على 48 أو حتى 50 على 50، تتحصلوا على قياس، ما شاء الله، أما هذا الموديل الثاني فيعتمد على زيادة يعني معتبرة، تقريبا تقريبا نضيف تاع عرض الوسادة، وبعدها درت فيه خطوط، بعد الخطوط، هذو كل روح نحددهم، يعني نخدم الطيب الحديد باش جيني سهلا في الخياطة، وهنا حبيت نمدلكم ملاحظة أنه الحديد كين حدو به القاطفة، رايح يخلينا أثر ماشي مليح خاصة إذا خدمنا به عكس الاتجاه تالفروت على القاطفة، لذلك حاولوا دايما استعملوا قماش فوق القاطفة، أنا راني هنا نخدم فقط بالجزء العلوي للحديد يعني شوية ماشي بزيف، هنا راح نجي نخيط على بعض تقريبا 4 سنتيمتر من الحافة اللي طويتها، لذلك راح نستعمل هذه الأدات الأولى، اللي هي هذا الجزء المغناطيسي الكبير هذا، نستعملوه كحامل للدبابيس، والعمل الأساسي التاعه هو تحديد نفس المسافة في الخياطة على القماش، يساعد بزيف بزيف المبتدئات يعني شري وهذا لقيتوه إن شاء الله رايح يساعدكم في تحديد نفس المسافة، أنا هنا حسبت 4 سنتيمتر طبعا المسافة اللي راح نخيطها على القماش التاعي، حسبت من الإبرة إلى الحافة الأولى تاعي تاع المغناطيس 4 سنتيمتر بالمسطرة، ونحط القماش التاعي، كين بدأ نخيط البنات راح نخيط على نفس المسافة، أو على بعد نفس المسافة من الحافة اللي راني طويتها، مبتدئات رايح يساعدكم بزيف 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 نريد لكم الطريقة اللي تخدموا بها، أنا هنا درت 4 سنتيمتر يعني بزيف اللي راهم يعانيوا من عدم انتظام مسار الخياطة، هذا رايح يساعدكم بزيف بزيف راح نكمل نخيط أنا جميع الطيات التاعي على بعد 4 سنتيمتر، خليت لكم جهة أخرى باش تزيد و تشوفوا كيفاش يساعدني هذا المغناطيس طبعاً تم تحدوا المسافة 4 سنتيمتر أو 2 أو 3 أو حتى 1 سنتيمتر يساعدكم بزيف باش تديروا الإطار الخارجي للوسادة يعني بعد ما تخيطوا أي وسادة وتحبوا تديروا لها إطار من الخارج رايح يساعدكم باش يجيكم الإطار بتاعكم موزون على بعد نفس المسافة هنا جيت للقماش تاعي قلبت هذوك الطيات في نفس الاتجاه وشديتهم بالخياطة نقدر نستغنى على هذه الخطوة ولكن خطوة مهمة بعض الخطوات يعني في العمل يبانوا بالزيادة ولكن يساعدوا ويخفوا علينا ويختصروا أيضاً علينا الوقت ولو كانوا يشدوا الوقت طبعاً في الجهة الأخرى أيضاً وجهت الطيات بنفس الاتجاه تاع الطيات تاع الجهة الأخرى نروح للمنتصف القماش التاعي نرفض هذوك الطيات ونطويهم العكس يعني إذا كان الطيات اللي في الجانبين متاجهين للأعلى في الوسط راح نوجهم للأسفل هنا سنحدد المنتصف 50 سنتيمتر اللي هو القياس اللي بديتم مع الأول حددت 25 سنتيمتر نروح نخيط على هذوك الطيات أنا هنا تعامدت نخيط باللون الأبيض باش يباني لكم قبيل في الطيات طبعاً كما استعملنا المغناطيس هنا هذو الوسائل التعيب بعد ما حددتهم خاصة الوسادة البولة هذي اللي في اللون الأبيض لأن الطيات هنا سيساعدهم الحديد باش يتفتحوا وميجيوش خشين بزيف سنركب عليهم حبات لؤلؤ أنا هنا توفر لي غير اللون الذهبي ولكن نخرج مليح مع الطقم تقدروا تديروا أي لون طبعاً هذو حبات اللؤلؤ أو هذو العقاش هذا النوع طبعاً اللبنات اللي ما فيهش الثقوب يعني هو خاص بهذا الآلة يعني تع الضغط هذه المكبسة طبعاً اللبنات هي اللي تركبنا العقاش على القماش آلة صغيرة خفيفة ضريفة وعملها كبير يعني ما شاء الله الآلة هذي فيها خمس أحجام في المول يعني تستعملوا المول على حسب العقاش اللي عندكم حسب حجم العقاش أنا هنا رح ندير هذو حبات الأولو الأولى كين فقط المسمار المسمار هذا عنده قاعدة وأربع أسنان في الأعلى يعني ندخلوه هو في الجهة السفلية يهبط بالقاعدة التاعو والأسنان يبقى طالعين للأعلى ونركبوا حبة العقاش في المول الفوقاني طبعاً فيه جزء بلاستيكي رح يشد لكم حبة العقاش ونجي وهنايا نمركزوا ورانا حابين نحطوا العقاش ونضغطوا بضغطة مش حتى يعني كبيرة بزاف حاجة خفيفة يتركب لنا العقاش تركيب يعني جيد رايح يغنيكم عني الخيط والإبراء أو على بزاف ناس اللي رام يخدموا بالبيستولي تاع السيليكون يعني خدمة ماشي مليحة هذه الآلة رايح تثبت لكم جيداً العقاش تاعكم هذا الموديل نخدموه بزاف خاصة مع الكوفولي تاع البروكار أو تحبو حتى تركبوهم على لادونتال تاعكم في الأماكن اللي انتم حابينهم وشوفوا المكان اللي تروح ليه يعني الآلة هذي يعني تقدروا تكمشوا الخماش وتروحوا الأبعاد الأماكن يعني تقدروا حتى درا مثلاً وديروا له العقاش في المنتصف تاعه طبعاً هنا راح نزيد السيلي أو نجرب موديل آخر تاع عقاش اللي هي الأحجار لي بير هذو هنا فقط لي بير ما يكونوش النوع الحر هنا حيكونوا عقاشات عاديين ولكن هما فيهم ثقوب يعني باش يتركبوا بالخيط الإبرة ولكن راح نخدموهم بها يركبوا بالمسمار طبعاً هكم شايفينها العمل تحها كين ألبسة فيهم بزاف هذا العقاش راكبين يخدموا بها بزاف اللي يخيطوا الألبسة واحنا أيضاً نقدروا نستغلهم أنا هنا حبيت نضيلكم هذو ليدو موديل باش تشوفوا الاستعمال متاحة وثالث أداة عندي هي لي كنت عندي فترة وأنا نحوس عليها باش نستعملها وحبيت نوريها لكم أنا هنا راح نبدل البيتبيش تاعي طبعاً بالطريقة العادية لنفتحوا البرغي نحيو البيتبيش نحطوا واحد أخر ونعودوا نضغطوا أو نغلقوا البرغي تاعنا على البيتبيش ونستغنوا على هذه الطريقة باستخدام المسمار الخاص هنا يعني يظلوا تفتحوا وتغلقوا تفتحوا وتغلقوا راح نستخدم هذا المسمار شوفوا هو أصلاً فيه هذاك البرغي نفتحوا لكم وتشوفوا القطعة اللي راهم فيه في القطعة الأولى اللي هي المسمار جاي طويل هو اللي نفتحوا نفتحوا معاكم باش تشوفوا كيفاش طريقة عدت على التركيب في مكانه يعني رايح يختصر عليكم بزاف بزاف يعني وقت خاصة كينستعملوا مثلاً تركبوه يعني مرة واحدة ونبدلوا كما نحبوا هنا فقط نحيط البرغي يجي في الجهة اليسرى أما الباقي تاع الأجزاء يجي في الجهة اليمنى ونعود نغلقوا بنفس الطريقة اللي فتحتوا بها حتى يتغلق نشده مليح وكينجي نبدل الرجل الضغطة أو البيدبيش ما عليها غير نضغط عليه يخرج لي الفيس تاعه في الجهة اليسرى نحوط البيدبيش يعني نحي القديمة ونركبه جديدة هنا راني جربت لكم عدة مرات باش تشوفوا الطريقة تاعه شحال سهلة وتختصر علي الوقت ومنضلش نحل في الفيس هذك أو البرغي الخاص بالبيدبيش هذه النتيجة اللي تحصلت عليها جميع هذه الأدوات وأدوات أخرى تقدروا تتحصلوا عليها من محلات العابد لبيع ماكينات الخياطة الصناعية والمنزلية طبعا وعندهم بزاف أدوات رايحين يساعدوكم في الخدمة والخدمة اللي يحتاجوها بزاف من المبتدئات اللي هي خدمة التوصيل تاع الأدوات وحتى تعباكينات الخياطة دخلوا للصفحة تاحهم أخليكم الرابط في صندوق الوصف وأيضا ودخلوا للتيك توك تلقوا صفحتهم وراء الناشطين عليها الله يبارك تشوفوا حتى مشاريع يعني يقترحوهم عليكم نتمنى يكون الفيديو تاعليون فاتكم تعالوا في روحكم حبيباتي ومع السلامة شكرا شكرا